مع مراسل القيارة الإخبارية من رفح الفلسطينية زميل بشير جبر بشير نحن الآن في اليوم التاسع وتسعين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وربما الأحداث تتركز في مناطق دير البلح وخان يونس كيف يختتم هذا اليوم وكيف نبدأ اليوم المئة في ظل هذا العدوان الذي سقط خلاله يوميا في المتوسط حوالي مئتي فلسطيني شهداء بشكل أو بمعدل يومي تحية لكم ولجميع شبكة مراسلية القاهرة الإخبارية يعني بالفعل الدماء الفلسطينية على مدار تسعة وتسعين يوما لازالت تنزف جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي يطلب من الفلسطينيين بالذهاب نحو مناطق آمنة يحددها ولكن هذه المناطق هي أيضا تتعرض لهذا القصف الإسرائيلي الهمجي الرفح وهي المحافظة التي تقول إسرائيل بأنها آمنة تعرضت خلال الساعات الماضية إلى قصف طال منازل المواطنين الفلسطينيين واستشهد فيه أكثر من عشرة مواطنين من النازحين الذين تركوا المحافظة الوسطى وجاءوا إلى رفح لكونها منطقة آمنة ولكنهم استهدفوا واستشهدوا في هذه المنطقة أيضا هناك غارات استهدفت سيارات مدنية كانت تسير في المناطق الشرطية لمحافظة رفح مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين كذلك المحافظة الوسطى كما أشاركم هي محور هذا الأدوان الإسرائيلي الأخير في أيامه الأخيرة حيث يتركز القصف الإسرائيلي العنيف من الطائرات الحربية تجاه منازل المواطنين تحديدا في بلدة دير البلح في جنوب المحافظة الوسطى بالإضافة إلى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يطال المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى والتي تضم مخيم المغازي ومخيم البريج والمنطقة الشرقية لجحر الديك بالإضافة إلى قيام الزوارق الحربية التي تقوم بإطلاق أذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الغربية لهذه المحافظة والتي تضم مخيم الزوارق ومخيم النصيرات وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي هو مستمر من البر من البحر ومن الجو ضد هذه المخيمات الفلسطينية المخيمات الفلسطينية هي ذو طبيعة سكانية ضعيفة المباني والمنازل تسقفها من الصفيح بمراتها ديقة جدا هذه الكميات الكبيرة التي تلقى عليها من المتفرجات حتما ستؤدي إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة وارتفاع عدد كبير وارتفاع المواطنين بشكل كبير كشهداء ومصابين وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي لا توقف عن الوسطى وعن الجنوب كذلك كان هناك غارات طالت حيئة تفاح في المنطقة الشرقية يعني مدينة غزة والتي أودت حياة أكثر من إشيناء شهيدا جراء استهداف منزل أيضا كان يؤوي عدد من النازحين الفلسطيني في تلك المحافظة وبالتالي نحن نتحدث عن أدوان إسرائيلي يتصاعد بشكل يومي عن ارتفاع معدل الشهداء لأكثر من 200 شهيد يوميا عن ارتفاع عدد المصابين في ظل أوضاع إنسانية وكارثية يعيشها القطاع منذ 99 يوما المشافي أصبحت لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحة في ظل استمرار هذا العدوان أوضاع النازحين أيضا هي صعبة للغاية ونحن نعيش أيام باردة وفصل الشتاء وتساقط تميات كبيرة من الأمطار والتي أدت إلى إغراق منازل وعفوا أيضا قيام النازحين في المناطق الجنوبية أيضا انتشار الأمراض والأوبئة في صفح النازحين الفلسطيني بالمجمل هي أوضاع إنسانية كارثية يحييها النازحون هذه الأوبئة تتفاقم وتزداد يوميا في ظل دراوة الأدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مرسل القارة الإخبارية في رفح الفلسطينية زميل بشير دبر شكرا جزيلا لك